اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام بالرعاية السامية من لدني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة لمعرضي ومؤتمر بحرين الدولي للدفاع 2017 بايدك خلال الفترة من السادس عشر الى الثامن عشر من اكتوبر الجاري باعتباره احد المعارض العسكرية الاقليمية التي تعكس قيمة ومكانة المملكة كشريك فاعل في تحقيق الامن والسلم والاستقرار العالمي وعنصر مؤثر في التحالف الدولي لمحاربة التطرف والارهاب واعرب الرميحي لدى زيارته للمركز الاعلامي في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات للاطلاع على اخر الاستعدادات التنظيمية والترتيبات المتعلقة بالتقطيع الاعلامية لهذا الحدث العالمي عن تقديره لجهود معاني المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين واسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في توحيد وتنسيق الجهود الرسمية الوطنية بما يسهم في انجاح هذا التجمع الدولي بحضور نخبة من الشخصيات القيادية والعسكرية والدبلوماسية الاقليمية والدولية لدى زيارته للمركز الاعلامي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع اشر وزير شؤون الاعلام علي بن محمد الرميحي الى حرص الوزارة بالتعاون مع قوة دفاع البحرين على تقديم التسهيلات الاعلامية والفنية اللازمة لتمكين وسائل الاعلام المحلية والدولية وممثليها من تغطية هذا الحدث الدولي وابرازه والفعاليات المصاحبة له باعتباره حدثا فارقا في صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في الشؤون العسكرية والدفاعية لمختلف الدفاعات البرية والبحرية والجوية واكد الرميحي جهزية وزارة شؤون الاعلام لتقديم تغطية تلفزيونية واذاعية واخبارية شاملة ومتكاملة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بما يبرز الثقة الدولية المتزايدة في الامكانات التنظيمية واللوجستية البحرينية وما تتمتع به المملكة من استقرار امني ومناخ سياحي واستثماري مشجع في ظل توقعات بحضور المهتمين بهذه المعارض لمتابعة احدث المعدات والتقنيات والانظمة العسكرية التي تعرضها اكثر من مئة شركة من المصنعين والموردين الدوليين والاستمتاع بمشاهدة العروض الفنية والعسكرية المصاحبة واشر الوزير في هذا الصدد الى انهاء الوزارة بجميع قطاعاتها استعداداتها لتغطية فعاليات المعرض والمؤتمر الدوليين وبثها عبر القنوات التلفزيونية والاذاعية ووكالة انباء البحرين وشبكات الاعلام الاجتماعي فضلا عن نقلها الى وسائل الاعلام الخارجية لفتا الى توفير خدمة البث التلفزيوني المباشر للفعاليات من خلال تخصيص جميع عربات النقل الخارجي وعربات النقل الفضائي لربط جميع اماكن المعرض مع تجهيز استوديوهات في قلب مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات لبث برامج تلفزيونية مباشرة في الفترتين الصباحية والمسائية بالاضافة الى البرامج التلفزيونية التسجيلية والحوارية والوثائقية وانطلاقا من اهمية هذا الحدث العالمي اكد سعدة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام تفريغ اكثر من مئتي موظف من الكوادر الاعلامية والفنية لتغطية النسخة الاولى من معرض البحرين الدولي للدفاع والفعاليات المصاحبة له من خلال النقل المباشر لعروض السفن الحربية والمركبات العسكرية وتمارين الرماية الحرة والهبوط بالمظلات فضلا عن تغطية مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الاوسط والذي سيعقد الى جانب المعرض خلال يومي السادس عشر والسابع عشر من اكتوبر 2017